السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم عبير ناجي والنهاردة عملت لكم وصفة البريوش الفرنساوي البريوش حلق وقوي وسهل قوي من غير عجن ولا وجع دماغ عملتوا بكذا شكل وكذا تزويق ياربي يعجبكو بس قبل ما نروح ياريت اللي ما ستراكش في قناتي هاشترك ويفعل الجرس وما ينسانيش في اللايك بعد اذنكم تعالوا بقى نشوف عمالناس ازاي بس انا هوريكم ازاي هو طري وهشش جدا 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 انا فدحت واحدة صورها لكم بس ما قدرتش ولا قدرت اقاوم وفدلت اكل حالة تكباتها تكفية من جمالها بريوش حلوة اوي بصراحة ما غلي بنيش خالص تعالوا نشوف عمالناس ازاي يالا بنا بسوا تراوتوا استنوا هوريكم بالكاميرا بس للأسف مش موضحة اوي ازاي هو هاشش وجميل وطري جدا 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 طبعا هسيب لكم المقادير بتاعته كلها في صندوق الوصف تعالوا بقى نشوف عمالناها ازاي في بولا حطيت كباية لبن كباية لربع سكر مع لائة خميرة وهقلبهم كويس جدا حطيت ربع كباية من الزيت معيها بضاية وحطيت صفار بياض البيضة اللي انا هستعمل صفارها في دهان الوش كمان بالطريقة دي وقلبت شلتها طبعا على جنب وقلبت كويس وهنزل بقى عليهم بمعلاقة خل وشوية فانيليا عشان زفرت البيضة طبعا بصوا بالكوب شوية ملح كمان صغيرين بكوب المعياري دوت انا هستعمل دي ايه انا حطيت بما يعدل 900 جرام يعني كيلو الى 100 جرام تقريبا تقريبا اربع كوبايات من الكوباة المعيارية طبعا كل واحد هيدي بتاعه وغير التاني فاني هتحطي كيلو قدامك وتغديل تغديل حد ما تكون العجينة عاملة كده ما يكون عجنتوا يا جماعة بتبقى طرية وملزقة شوية مش عايزين العجينة تنشف مش بني عجين بيضة هي بصوا عجينة طرية جدا وملزقة احنا بنلمها كده معي بس معلقتين زبدة في الاخر 50 جرام يعني معلقتين زبدة بعد ما لميت العجين هروح حطاهم عليها ودخلها كويس ودخل الزبدة كويس في العجينة عجينها تاني بايجي لحد ما تدخل الزبدة كويس جوه العجينة بس كده هركنها بقى شوية تخمر وغطيها بلستريتش واسبها كده في مكان دي في ساعة ولا حاجة تخمر معي بس دخلت الزبدة بطريقة بسيطة وسهلة خالص من غير ولا عجن ولا محتاجة عجين ولا محتاجة اقعد اعجن وافرد ولدت وعجن زي ما بيقولوا خالص هنحضر بقى البستري بتاعنا اللي هنزوق بيه معي دول نص ربع كب ربع كيلو لبن حطيت معلقتين بستري اللي ما عندوش بستري ممكن يحط سفاربتين عليهم معلقتين سكر ومعلقتين نشا ويقلبهم كويس وينزل بيه مع اللبن الدافي انا عندي بستري او كاستر عايدي حطيت معلقتين من البستري معلقتين من السكر معلقتين من النشا على ربع كباء ربع كيلو اللبن وهقلبهم كويس وحطهم على النار لما يبقوا زي المهلبية كده هجيبهم تاني هم بعد ما استوى معي معي بولتين انا هقسمهم علي عشان عايزة شوية بالشوكولاتة عشان احشي بيهم البريوش بتاعي يعني من باب التغيير وكان حلو قوي يا جماعة وهو ده اللي مفضلش معي منه غر قطعة صورتها لكم الولاد الجننو علي هحط بقى شوية في البولة دي وشوية في البولة دي ومعي كده قلب شوكولاتة او معلقة كاكاو خام بروحتكو جدا طبعا هو لسه سخنة هقلب الشوكولاتة بتاعتي هتسيح من التقليب بس كده وقلب قلب قلب بس كده خلصتهم هوا الشوكولاتة بتاعتي دي بتاغطيهم بقى كده بستريتش واسبهم في التلاجة عشان القوامي بقى معي تقيل شوية ومنطهر بساطة وركنهم على جنب تعالوا بقى نشوف العجينة بتاعتنا واو بقيت يعني بقلزة ومقلبزة على الاخر مش عايزينها تخمر اكتر من كده ما شوالله يعني العجينة دي رغم اني بجم الواحدة بس معلقة خميرة بس عجينة نكحة جدا الحمد لله نهدي كده البازازان اللي فيها ده ونهديها كده عشان احنا مش هناجين برضو زي ما قلتلكو انا هقسمها بس هجيب الحاجات اللي انا هعمل فيها الصور بتاعي وهاخد بس كده يعني قد تقريبا انت بقى اول انت عايزي انت تكبريها تصغريها براحتك انا عملتها الحجم اللي هو هتبقى تقريبا يعني كطرها خمسة سنتي يعني هتبقى كلها عشرة سنتي اللي هو انا هاخد واحدة كلها واشبع جدا ومبقاش عايزة اخد تاني الحمد لله هاخد بس قطعة العجينة وهعملها شبه البؤجة كده الكورة بس كده وحطها في الصور بتاعي طبعا انا برضو خلوا بقى الكورة ومن انا حتى تلاتة والساق ده كبير والساق ده يعني كده اربعين تقريبا في ستين بس ان اغلطت برضو انا كان مفروض اوسع برضو اكتر من كده لاني ما شاء الله فرض في الفرن جدا كان المفروض اخليهم مثلا اتنين بقولوكم الملاحظات اللي حصلت معي شان ما حدش برضو يغلط غلطش انا حاسد ان هما دخلوا على بعد شوية بس كده خلصت الكورة هاجي بقى عند اللي هحشيها بالشوكولاتة هفريدها كده عاملها الشبه القطايف شوية بمنطقة البساطة صحل قوي بصوا ولا اي حاجة واللي بعديها واللي بعديها لحد مخلص العجينة بتاعتي خلي بالكو زي ما قدتلكو العجينة دي ما شاء الله بتنفيش قوي سبتوهم بس عشر دايق كده يعني ضبك نفش شوية وهبططهم كده بايدي يبقوا شبه الدايرة بقى القرصة بتاعتي معي كده يعني يا معلقة زبادي يا معلقة وش لبن بروحة كودهانت بيها العجين وسبتها شوية بقى كده اكتت تقريبا من نصف ساعة لساعة خمرت معي وتنفشت معي اجيب بقى صفار البيضة عليها مع علاقة خل وابتدي اوف من فانيليا ما فيش مشكلة ادهن الوش عشان خاطر اللون الدهب الجميل اللي انتوا عارفينه هدهن بقى كل البريوش بتاعي بالطريقة دي بالصفار ادهنه كويس يمين وشمال دهنت كل اللي هو سندوتشات ده اللي محش يا جماعة شوكولات جبت البسطري بقى الابيض وحطيته كده في قمع التازين ده او اي كيس عندي والف كده الشكل الحلزوني ده وده اللي بيعملي التخطيطات اللي في البريوش طبعا البسطري بيخلي البريوش برضه طعمه فيه طعام كده بس ألفو ألفو زجزاء يعني حلزوني الحلزونة الحلزونة زي ما انتوا شايفين بصوا هو لسه وانا خدش الفرن وابتدو هيلزاوف بعض لكن وجوه الفرن برضو زادو شويف كان مفروضا نحط اتنينات يعني بصراحة ما تصورتش ان العجنة هتبقى خطيرة كده صراحة كانت حلوة قوي وهعمل بقى شكل كده برضو شنزوق اللي هو الشبه الزائد ده حرف الزائد وخلاص الشكل ده لطيف قوي لانه هيتحلزن احنا نزوق بحاجات تانية بسوديني بجوز هند باي حاجة تانية بس كده خلصتهم بسخانة الفرن جدا جدا واحطهم في النص مش هيخدوا مني عشر دقايق بصراحة ما اخدوش مني انا وقت خالص مفيش عشر دقايق كانوا استاوا من تحت روحت مولاعة الشوية عليهم عشان ياخدوا لون حلو من فوق وكانوا استاوا معي بصوا بقى بعد ما خرقتوا لونه جميل وشكله حلو ازاي معي معلقة عصل ابيض اللي عنده مربت مش مش يعمل كده يحط مربت مش مش ما عندوش مربت مش مش او عصل ابيض ممكن يعمل يحط معلقة زبداولي لما البريوش بتاعي انا طبعا برضو المعلقة العصل دي هتفيدني ان السكر والسوداني والجوز هند هيلزق علي اللي حبيب يستغنى عن فكرة التزيين وفيش مشكلة هو كده لطيف خالص مش محتاج اي حاجة بصوا اللي هو اللي في الكريز الاحمر والبنبوني السبرينكل دوت او مالتيز سوري اه ده انا هعمله بقى كده بالفرشة ولمع كويس وحط عليه السوداني وجوز الهند حبق برضو مكسرات مفيش مشكلة ممكن تستبدلي اي حاجة باي حاجة اللي متوفر عندك وانا كده خلاص تقريبا يعني هزوقوا وبقى كده خلصت البريوش بتاعي طبعا اللي كانوا محشين شوكولاتة دول مش عايز اقول لكم يعني بقى الفهنة وشيفها مالحقناش ننقذ غير واحدة بس ازوقها كده بقى بالراحة بصوا المتعة للواحد بيحس بيها وهو بيتزوق الحاجة بقى دي دي متعة تانية بجد نبتحس بقى ننشي يعني حتة التزويق يعني كله قوم والتزويق ده قوم تاني خالص بالراحة كده ونحط الجوز الهند بصوا بقيت شكلها لطيفة ازاي اخر واحدة معي بقى دي اللي هي محشية بالشوكولاتة برضو هادهنها شوية وحط عليها شوية ميسوديني شوية من اللوز يعني اللي متوفر عندنا وبالفة هنا ويريد بقى الوصولاتك في قناتي اشترك وفعل بنا